لما قتل الشيخ البوطي نحن نظنه إن شاء الله جهيداً عند الله تبارك وتعالى والرجل قتل مظلوماً لا ريب قتل مظلوماً لا ريب قام الشيخ القرضاوي والخطبة موجودة في أحد مساجد الدوحة بقطر يقول لم يقتله أهل السنة لماذا يا شيخ؟ قال لي أن أهل السنة لا يقتل بعضهم بعضاً أهل السنة لا يقتل العلماء أجيب من متى؟ أي قاعدة هذه أهل السنة يقتلون بعضهم بعضاً ويقتلون علماءهم ويذبحون علماءهم ويقتلون الآمرين بالقصد من الناس ألم يذبح الشيخ محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه وزير الأوقاف المصري العلام الكبير رضوان الله عليه ألم يذبح ذبح النعاج على أي جماعات الإرهاب المسمى بجماعات الجهاد وهي جماعات إرهابية من الذين ذبحوا زنادقة باطنية كفار أم جماعات سنية بين قسين جهادية جماعات مسلحة ألم يذبح رئيس وزراء مصر طبعا قتلا بالرصاص أحمد ماهر باشا رئيس الحكومة المصرية والمطلوب رأسه للإنجليز لأنه من أبطال فور التسعة عشر طبعا وتبرأ جماعة الإخوان المسلمين من دمه ثم ثبت أنهم هم الذين قتلوه العيسى وكامل إخوان المسلمين وقال أنا من الحزب الوطني لم يكن من الحزب الوطني باعتراف الشيخ الباقوري الشيخ الباقوري رحمة الله عليه الذي خرج منهم بأخر إلى حد ما سبقه بسنوات الشيخ العارب بالله متولي الشعراء ورحمة الله عليه ترك هذه الجماعة جماعة بعد أن انتم إليها بحين يسير وبقي الشيخ الباقوري فيها عمودا من أعمدتها أسطوانا من أساطينها لكنه بعد ذلك في بقايا ذكريات قال نعم الجماعة التي قتلت رئيسه الحكومة المصرية لأنه تغلب عليهم في انتخابات الإسماعيلية عجيب في أي دين هذا في أي شرع يقتل رئيس حكومة مسلم طيب صالح مناضل رأسه مطلوبة للإنجليز ولم تكن الأولى ولم تكن الآخرة فيا شيخ قرضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له من أين قعدت هذه القاعدة على ماذا أسستها أن أهل السنة لا يقتلون علماؤهم ولا يقتل غير صحيح وفي سوريا أيضا في المعمع الحمراء الوطيس العجيب ذبح بعضهم بعضا بالمئات وليس بالعشرات بالمئين وذبحوا مشايخ وعلماء مفاتي دففوا عليهم وهم في المشافي جاءوا وذبحوهم لأنهم ليسوا من فصيلهم من فصيل آخر وكلهم أهل سنة وجماعة من أين لك هذا يا شيخنا غير صحيح طبعا سأعود إلى موقف الشيخ القرضاوي يغفر الله له من الشيخ البوطي رحمة الله عليه وغفر الله له أيضا لأنه قبل استشهاد الشيخ البوطي بأربعة أيام أعطى فتوى بقتله فتوى بقتله وبقتل كل من كان مثله من العلماء والصحفيين أيا كانوا والفتوى موجودة إلى اليوم وفي اليوتيوب صوتا وصورة ولم يتراجع عنها ولم يتبرأ منها لكنه أحس بالورطة الكبيرة إذ قتل البوطي هو لم يظن أن هناك من سيستغل هذه الفتوى وبسرعة في ظرف أربعة أيام قتل الشيخ البوطي صائما صائما رحمة الله تعالى عليه الخميس لية الجمعة يدرس كتاب الله ويفسره في مسجده في بيت من بيوت الله فلا الله يحب الحق الله يحب الإنصاف الله يحب العدل نترحم على الشيخ نترحم نستغفر للشيخ نستغفر نعترب بأن الشيخ من علماء الأم الكبار هذه حقيقة شيء سخيف أن يأتي لك الآن بعض من لهم مواريث وثارات هذه القضية أنا لا أستطيع أن أفهم هذا هذا ما لا يمكن أن يتورط فيه من شم رائحة العلم فضلا عن من ذاق شيئا من طعم التقوى لله تبارك وتعالى يعني أنتم جماعات متزمتة دينيا متزمتة علميا ضيقة اجتهاديا لكم ثارات مع الشيخ في حياته بعد أن مات رحمة الله عليه تأتون الآن لتنزعوا عنه حتى لباس العلم وتعطوا لقبئي أنه مبتدع وضال وكذا وكذا غير صحيح هو عالم ومن كبار علماء الأم الشيخ القرضاوي شئت أم أبيت يعترب بهذا كل من أوتيه حس العدل هو عالم لكن متى كان العلم يعني العصمة إذا كان عالما هل هو معظوم إذا كان عالما هل يتابع على كل مواقفه على كل سياساته على كل اجتهاداته لا فلابد أن نكون أيضا معتدلين ومنصفين عالم عالم ترك تراثا علميا كبيرا كما قلت له وعلي هذا التراث منه أشياء كثيرة تقبل في الجملة وهي نافعة جدا وتراث استفاد منه الملايين حول العالم الحلال والحرام في الإسلام هذا كتاب من الستينية توضعه وهو في بداية العقد الرابع من عمري فقه الزكاة في الإسلام من الذي يستطيع أن ينكر فضل هذا الكتاب فقه الجهاد وهو من أواخر كتبه الموسوعية في زواء 1700 صفحة ونفسه فيه كان بطوله معتدلا أخذت عليه موضوع معينة لا بأس لكن الكتاب بطوله صدر فيه عن نفس معتدل وسطي ودمغ فيه جماعات العنف والإرهاب التي تريد أن تغير وأن تجاهد في البلاد الإسلامية وفي البلاد العربية لم يتفق معها وخطأها على أنها هي التي خطأت نفسها أذكر أنه في المجلد الثاني في المجلد الثاني اقتبس من هذه الجماعات المسلحة التي قامت ببعض المراجعات وأعنى التوبتها عن نهجها بطريقة وإن لم تعجبني أنا تماما لأن فيها جمجمة وفيها تردد وفيها ذرائعية وبراجماتية وذكروا عشر نقاط سردوا عشر نقاط هي التي حملتهم على أن يتركوا من قسين الجهاد جهاد وين؟ جهاد الكفار؟ جهاد المعتدين على أمة المسلمين؟ لا جهاد الأمة في عقر دار الأمة قتل جيش الأمة قتل الشرطة قوات الأمن قتل العلماء والمشايخ قتل الناس العاديين قتل السائحين جهاد قال لك جهاد وهنا المقام يستدعي رحمة الله على الشيخ الشهيد محمد دكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي وضع قبل أكثر من ثلاثين سنة كتابه الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه والذي لعن بسبعين لعنة من أجله في وقته على أن أكثر من لعنه آنذاك عاد فشكر له وقدر صنيعه العلم الكبير الذي أفض بكلمة كان لابد أن تقال لكن الوقت لم يكن الوقت كان أضيق صدرا من أن يتقبلها فاتهم الشيخ في دينه وفي ولائه وفي فهمه وفي علمه ثم أبت الأيام والسنون إلا أن تثبت أن الشيخ كان محقا وأن الجهاد إذا فتح ملف الجهاد لا يكون في الأمة ما يكون في الأمة هو فتنة داخلية هو حرب أهلية هو حرب طائفية هو نعرات مذهبية تدمر الأمة يا إخواني ونحن دمرنا ما شاء الله ما شاء الله دمرنا بهذا الجهاد دمرنا بهذه الحركات انتبهوا بعد ذلك عادوا كثير منهم واستغفروا للشيخ وأيدوا ما في كتابه وهذه دعوة لقراءة أو إعادة قراءة هذا الكتاب المهم الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه على كل حال من ضاق وقته عن قراءة كتاب مثل هذا وهو يقرأه في بضع ساعات لأنه ليس بالكتاب الضخم فيكفيه ويكفيه إلى الأمد الأقصى أن يستشير رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه فيما صح عنه من أحاديث الفتن والحروب الأهلية على ماذا تواطأت وتواردت وتعاضتت وتساند وتساعدت هذه النصوص النبوية الشريفة على ماذا في هذا الباب في هذا الملف على الكف على الكف تكف يدك تترك سلاحك تكون حلسا من أحلاس بيتك مثل هذه السجادة هذا هو الحلس سجادة قديمة حلسا يا رسول الله ان دخل علي بيتي طيب هؤلاء أهل الفتنة أطراف في الحرب الأهلية دخلوا علي بيتي مع أنني كففت وتركت السلاح ولا أولد أن أتوردت في الدماء قال إن خشيت خفت يعني إن خشيت أن يبهرك شعاع سيفه فألقي ثوبك على رأسك اعمل كالنعامة يبؤ بإثمك وإثمه يكون هذا القاتل المجرم الذي جاء يقتلك باسم الجهاد يكون كشر ابني آدم مثل قبيل قاتل هبيل وعليه وزرك ووزرك كل من ائتسى به واقتدى به وسفك ولو محجن الدم هذا رسول الله هذا مش عدنا الإبراهيم ومش البوطي ومش القرضاوي هذا الرسول الله يقول لك في الفتنة لكن للأسف الشديد مما أخذ على الشيخ القرضاوي يغفر الله له أنه سعى في هذه الفتنة وهو يعلم أنها فتنة وقال إذا هذه فتنة فأنا من شيخ الفتنة اللهم أحيني شيخ فتنة وأمتني شيخ فتنة لا إلهة الله يغفر الله له فتنة يا شيخنا فتنة لا أريد أن أقول فتنة وأنتم أيضا أمعنتم فيها خببتم وأوضعتم سرتم فيها مسيرا ليس يحمد حين حركتم الانشقاقات الرأسية في الأمة هناك هويات جامعة وهناك هويات فرعية الهويات الفرعية لصالح من تحرك أمة بلد لنفترض البلد X هذا بلد واسع متسع لجميع الأطياف لماذا نأتي في لحظة معينة بعد أن مدحنا البلد مدحنا البلد ومدحنا أمره وشأنه وجعلناه بلدا يتصدى للاستعمار يتصدى الخطط الأمريكية وأثنينا عليه والفيديو موجود سورة الحمد لله الحمد لله طبعا من جهة أننا في عهد النت واليوتيوب والحمد لله الذي لا يحمد على مكروس سوى أننا أيضا في عهد النت واليوتيوب والسوشيال ميديا لأنها أكثر من 60% حسب الدراسات الدقيقة العلمية أكثر من 60% مما يدور من أخبار وتحييلات مزيفة ومفبركة في هذا العالم اللعين فالناس ظلت لم تعود تعرف الحق من الباطل يضحك عليها تفبرك لها أشياء غريبة عجيبة وتصدق كل شيء غرد إيدي كوهين الناطق باسم الجيش جيش القوم إياهم وأنتم تعلمون غرد وقال عن القيادة العربية كذا 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 طيب ولماذا علي أن أصدق عليه لماذا أصدق إذا غرد هذا وهو عدو عدو للأمة عدو لمصارح الأمة عدو لاستقرار الأمة يغيض أن تبقى الأمة متماسكة مستقرة كل سعادته أن تتقسم الأمة وأن تتشغل الأمة لكي تبقى دويلته ويبقى قومهم الأعلين أليس كذلك وهم السابقين لماذا علي أن أصدقه إذا غرد ضد قيادة عربية ضد زعامة عربية لماذا لها مباشرة يحتفون بتغريده جميل هذا الرجل غرد قبل أيام يعزف الشيخ القرضاوي وأبرز الألم والحزن وقال الشيخ القرضاوي خدم إسرائيل كما لم يفعل بنجوريون نفسه هل نصدقه نعطيه شيكا على بياض متى سنستيقظ الآن حملة شعواء على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وفقه الله لأنه لم يعزف الشيخ القرضاوي الشيخ أحمد الطيب ليس شيخا مستقلا هو شيخ الأزهر والأزهر مؤسسة في دولة فلاها موقف من الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي كان موضوعا على واحد الإرهاب المصرية ومطلوبة الحكومة المصرية هذا موضوع ثاني الآن لسنا الآن قضاء وهذا الرجل يعني يرأس مؤسسة في هذه الدولة ماذا ترجم منه يعني؟ الرجل وأنت تقول وهذه تعبير الشيخ القرضاوي رحمه الله عليه عالم سلطة وشرطة نعم عالم سلطة هو وعلى فكرة الأشياء التي ينبغي أن نستيقظ لها مش معناه أنه الإنسان عالم سلطة أنه شيطان أي طبعا كل الدول الإسلامية دول فيها نظم حكم من أيام سيدنا عمرو الخطاب أليس كذلك؟ إلى اليوم عدلت أم ظلمت استقامت أم انحرفت أليس كذلك؟ وهناك مؤسسات دينية من كل شكل ولو ولا بد أن يكون أي في رأسها أو على رأسها أناس من علماء الأمة من قامات الأمة مش بالضرورة أنه إذا كان يا رأس مؤسسة رسمية أن يكون شيطانا أو كذابا أو منافقا بالمرة مش بالضرورة بالعكس أنا أقول لكم وجهة نظري إحدى رسائل خطبة اليوم الأفضل مليون مرة لعالم الدين أن يبتعد عن السياسة وأن لا يسيس خطابه وأن يفرغ الحين يفرغ عن منطق الدين وحده على أنه وسأقول لي ماذا أكبر السائل في الخطبة هذا هو الموضوع والدرس الأكبر هو شيء قرضاوي رحمة الله هذه لكن هناك استثناء واحد في نهاية المطاف تبقى أنت منتميا إلى أم محددة إلى شعب محدد إلى دولة محددة من واجبك شرعا أن تقف مع أمتك مع شعبك مع دولتك والنبي شجع لهذا النبي حتى في الحروب النبوية تخيل دويلة إسلامية كانت دويلة المدينة وعلى رأسها خاتم النبيين والمرسلين روحي له الفدى صلواته ربي وتسليماته عليه وعلى آله وكان وذكرت لكم هذا غير مرة كان للجيش راية أم تسمى الراية الأم على أم الله يقول الشعب راية أم سوداء كانت ثم بعد ذلك كل قبيلة من قبائل المسلمين هم عرب قبائل وعشائر كل قبيلة كان لها لواء تحمله طبعا النزع القبلية موجودة هذا انقسام رأسي موجود يمكن أن يوظف توظيفا جيدا بما يخدم هذا التنوع الأفقي هذه عبقرية رسول الله يسمح بهذا ولذلك إذا كنت تنتمي إلى قبيلة معينة عار عليك عظيم إن ألحقت العار والمعر بقبيلتك كأن تلوذ بالفرار أو تجب عند اللقاء ممنوع لأنك تتبع هذه شوف العبقرية النبوية ما جرش له ولذلك النبي مدح صلواته رب وتسليماته عليه من ينصر قومه وأهله لكنه ذم أشد الذم أبلغه ويا لنبوته الحكيمة العظيمة يا لعب قريته التي لا تدان والله ولا تسامى حين قال الذي يعين قومه في غير الحق كالبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه أخرجه أحمد وأبو داود تلبيذ أحمد وابن حبان أبو حاتف رحمة الله تعالى عليهم الذي يعين قومه في غير الحق ليش أنهم قومي قومي أهلي عشيرتي بلدي لا في الحق نعم في غير الحق لهم عليك ماذا؟ حقه النصح أن تكون ناصحاً أميناً والله الحق لا يتضرر منه أحد والله الحق ينتفع منه الجميع والله العظيم والباطل والسكوت عن الحق يتضرر به الكل الساكت والمسكوت لعجله في الأخير مش عن السكت كرمال عيونك أنت ستتضرر بما قبلي الحق يسعى الجميع وكما قال الإمام عليه عليه السلام وكرم الله وجهه من ضاق به الحق فالباطل به أضيق أنت مش شايف أنه الحق يسعك بتكاشر لي بتفكر الباطل يسعك تعوني الله الباطل يدمرك هذا المنطق النبوي وشوف التعبير والتصوير المذهل كالبعير تردى في بئر شوف بعير على أنت تردى في بئر فينزع بذنبه هل يمكن أن تخرجه من خلال ذنبه سينقطع الذنب ولا يخرج ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول تورط ورطة كبيرة وقع في ورطة ليس منها مخلص وقع في ورطة ليس منها مخلص أي ورطة أن تنصر قومك انتبه هنا القوم لها يقتصلون فقط على ماذا على القبيلة على العشيرة على شعبي على دولتي على حكومتي على جماعتي على فريقي حتى لو فريق هرت قدم على جماعتي خاصة كانت جماعة دينية ايدولوجية سياسية مسيسة لا الحق أبقى والحق والحق أتقى وأزكى والحق أنفعي الجميع عليك أن تشهد بالحق ولو على نفسك الله يقول ليس على جماعتي وحزبي وأمتي ودولتي حتى على نفسي لكن فيما عدى ذلك العالم مأمور أن يدافع عن وحدة بلده عن استقرار بلده عن أمن شعبه وطبعا هذا ليس لي ولا إليك أن ننقب وأن نفتش في قلوب العباد هل نقبنا وفتشنا في قلب الشيخ البوطي رحمة الله عليه أبدا قال لك منافق باع نفسه اتق الله الله العظيم يمكن لكلمة مثل هذه أن تودي بك إلى غضب الله حين تتكلم عن أحد علماء الأمة وربما أحد أعيان صلحاء وأوليائها بكلام لا يعلمه إلا الله من أين لك والذين أعلمه ولمسنا وقلت هذا مرارا أن الشيخ الشهيد البوطي رحمة الله عليه مات وترك ثرة عظيمة كبيرة لكنها مع عظمها لم تسمح لزوجه ليلة استشهاده أن تشتري رغيفة خبز تعلمون كم ترك الشيخ البوطي ترك سبعين ليرة سورية والدولار بخمسمائة ليرة زهاء عشرة سنت الشيخ البوطي الشيء لا يمكن تصدقه والشيخ البوط كان والله العظيم يمكنه أن يراكم ثروة لن أقول بالملايين لكن قطعا بعشرات ألم يكن بمئات الملايين لو أنه تاجر بدينه لو أنه اختط خطة النفاق والكذب والملك والتلون أبتا رحمة الله تعالى عليها لكن الشيخ البوطي ليس معنا ليس مع هذا الحزب ليس مع هذه الجماعة ليس مع ثورات الربيع العربي ليس مع الخطة الأمريكية خطة الحزب الديموقراطي حزب بايدل آين وهيلاري كلينتون وباراك أوباما الذين لا زالوا مصرين على تقسيم العالم العربي انزعجوا جدا كيف لم تسقط مصر كيف لم تقسم مصر ولا زالوا يعملون ويفتحوا أعينكم يا عباد الله ويدعبون البوطي لم يكن مع هؤلاء البوطي من أول يوم فهن هذه اللعبة قال لك هذه اللعبة عالمية تريد تدمير البلاد تمزيق المنطقة لا يمكن أن أخب فيها وأضاع لا يمكن لكن هل البوطي راضا عن حكومته يعني رضا تاما؟ لا والله وأنا أعلم ماذا أقول ولن أقول أكثر من هذا هل هو راضا؟ ليس راضيا رحمة الله عليه وبعدين من الذي قتل البوطي شبهة كبيرة تترك إلي الأيام إن شاء الله تعالى البوطي كان يخطب في مسجد كله مرصود بالحراسات على مدار الساعة وبالكاميرات على مدار الساعة كيف تم اغتيال الرجل رحمة الله عليه حتى شيخ قرضاوي رحمة الله عليه تساءل من الذي قتل البوطي طبعا هذا التساؤل مشروع ولست مع الناس جواب نهائي إلى الآن والعجيب على الفكرة ما من جماعة مسلحة من هذه الجماعة المسلحة اعترفت بأنها هي التي فعلت ولا جماعة ولا جماعة عجيب ولو أنهم فعلوا يعترفون يقول لك شرف لنا وعلى فكرة بعضهم قالوا قالوا لم نفعلها والأسف أننا لم نفعلها يا ليتنا قيض لنا أن نفعلها شوف الغباء لوين قالوا إحنا لو فعلناها سنفتخر بها أننا خلصنا الأمة وخلصنا الدين من هذا الرجل الذي كذا وكذا ينعتونه الشيخ البوطي قالوا لكن إذن ليست هذه الجماعات هي من قتل البوطي فمن الذي قتله ولماذا وما المصلحة في قتله رحمة الله عليه الرجل على كل حال أبو سبعين ليراه تريك بسبعين ليرى سوري وقال لك البوطي عالم السلطان البوطي باع دينه بأي ثمن ما الثمن الذي قبضه يا رجل اتق الله ستسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة اتق الله في كل شيء على كل حال بين يدي فتوى الشيخ القرضاوي غفر الله له ثم رحمه الله حين سؤل الشريعة والحياة ويا ليتهما سؤل أتبا للسائل الذي سأل ويا ليتهما سأل البرامج انتهى انتهى وقته فهذا الدكتور عثمان قال يا شيخ نفيه سؤال كذا كذا في آخر شيء ما حكما يقف مع النظام السوري وكذا كذا ولكن ليسوا يعني مع الكلام من العسكر وكذا العلماء والصحفيين وإذا بالجواب يأتي على غير فقه الشيخ وعلى غير ما علمه للأمة وعلى غير ما كتبه في كتابه الجيد فقه الجهاد وفي موضعين على الأقل ذكر ما عليه جماهير علماء أهل السنة والجماعة حتى في ساحة المعركة تخيل انت في ساحة المعركة لا تقتل إلا من يقاتل بالفعل يعني واحد قاعد بعمل مهام لوجستية بجيب المي بجيب الجاغ بضمض الجرح ممنوع أن تقتله تخيل طب في نساء في أطفال في كذا ممنوع ممنوع تقاتل من يقاتل حقا يعني طب الشيخ البوطي كان يقاتل مع النظام حامل رشاش الله يرحمه يغفر له يا جماعة الخير نلسو المندلة كان في قبضة البيضة العنصريين ربع قرن لم يقتلوه أليس كذلك لم يقتلوه لا يقتل الساسة أنتم تعرفون من الذين شرعوا في القرن الحادي والعشرين بوحشية قتل الساسة وقتل الناطق السياسي تعرفون عدو الأمة تعرفون هم من هم القوم إياهم في الدولة إياها يقتلون صاروا الساسة والمتحدثين والناطقين وهذا إجرام عجيب ووحشية ما كان يحدث هذا فالآن الشيخ خرضاوي قل لك إيش بدريني أحنا ما بنميزش كل من ساند هذا النظام كل من أيد هذا النظام عالماء جاهلين أميين عسكريين مدنيين نحن نقاتلهم اغشعر بلني قلت لحول ولا قوة إلا بالله يا شيخنا وطبعا هو يعني السؤال واضح وذكر اسم البوطي ذكر اسمه في السؤال بعد أربعة أيام لقي الشهادة إن شاء الله تعالى رحمة الله تعالى عليه الشيخ البوطي أحس الشيخ قرضاوي غفر الله له بالورطة التي ورط نفسه مع الله ما شمعانا مع الله هو الأنبي يدين الله أحس فجعل يعني معظم حديثه معانه طبعا لم يجد على الشيخ البوطي بكلمة قتل مظلوما أو قتل شهيدا قال القتلى حادثة المسجد الذي فيه كذا كذا والقتلى الذين وقعوا وقتل فيها اثنان وأربع قتلى 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 يمركز على قتلى وقال لك الشيخ البوطي كان صديقي للأسف 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 في الفتوى قال كنا نحسبهم العلماء تحسبه لتحسبهم العلماء بس أنت الذي يعطيه نحسبه له عالم حتى للقرضاوي عالم شئنا ما بين الله يحب الإنصاف الله يحب العدل ينبغي أن لا يحتملنا أي شيء على أن نظلم أنفسنا قبل أن نظلم غيرنا وسنسأل وقفهم إنهم مسؤولون المهم أحسب الورطة رحمة الله وغفر الله لهم جميعا المفتي ومن أفتي في حقه حسب الورطة فجعل معظم الكلام من قتل البوطي طبعا يريد أن يشير إيش إلى الدولة السورية وفي شبها قائمة كما قلت شبها كبيرة وقائمة ومخيفة كيف قتل الرجل من ذل الذي قتله حقا رحمة الله عليه لكن أيضا هذا يا شيخنا لا ينجيك أنت أعطيت فتوى بقتله وعنا أحاديث ما بدنا نقولها لأن الشيخ ذهب إلى لقاء الله ما بدنا نقولها ما بدنا نشدد الأحاديث موجودة موجودة في الترغيب والترهيب في حق من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة في الحق كذا نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه وليس لأحد لا أقول لمسلم ليس لأحد من عباد الله في أعناقنا مظلمة لا من دم ولا من عرض ولا من مال وأن يسلك بنا خطة الإنصاف وأن يجافي بنا عن خطة الاعتساف اللهم أمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم اجعلنا من أهلك ومن خاصتك ومن أوليائك ومن أحبابك اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عننا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ملة كرحمة إنك أنت الوهاب اغفر لنا ولواردين وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون وعقنا الصلاة ترجمة نانسي قنقر